نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح المجتمع الدولي للعمل على إنهاء المخاطر التي يشكلها الانقلاب من خلال الضغط على الانقلابيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 22-16 ولفت الفريق الركن محسن صالح النظر خلال لقائه نائبة السفير الأمريكي لدى اليمن إلى أولوية الحكومة الشرعية في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومحاربة الإرهاب بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وثمن نائب الرئيس اليمني الجهد الدولوماسي الذي تبذله السفارة الامريكية في اليمن وانعكاس ذلك على الدعم الامريكي للشرعية في اليمن ودعمها للتحالف والحكومة الشرعية في مواجهة الانقلاب المدعوم من إيران إلى جانب دعمها لجهود محاربة الإرهاب كما تطرق نائب الرئيس اليمني إلى ما يشكل الانقلابيون اليوم من خطر على الملاحة الدولية وتهديدهم لأمن الممرات المائية وقيامهم بأعمال إرهابية وأوضح أن الميليشيات الانقلابية تتعمد استهداف الجيش اليمني ومؤسساته وكوادره وقياداته وتقوم بعزل القيادات الوطنية المؤهلة واستبدالها بعناصر وقيادات الميليشيا إضافة إلى مساعيها لطمس الهوية اليمنية العربية من خلال المناهج الإيرانية والطائفية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر